السلام عليكم هذا المقارب سأشرح الانترنال فورسيز أو انكلاينت بيم وده كان ثاني حاجة في السايمين 3 اللي هو الجزء اللي تحت هذا اللي هعمل له دوقتي الفيديو اللي فات أو سيكشن اللي فات كنت شرحت الانترنال دياجرامز لما يكون معي بيم عادية اللي هي ستريت كده ومعها لينك ممبر اوكي؟ انا شرحت السيكشن اللي فات أو الفيديو اللي فات ان ازاي نرسل دياجرامز للحاجات دي فانا في اخر الفيديو ده او في اخر السيكشن ده ممكن اقول لكم بعد لما اشرح الدياجرامز على الإنكلاين بيمز اقول لكم ازاي الرياكشن زي كنا جبناها سريعا يعني موضوع حيبقى سهل خالص فالسيكشن ده انا هشرح الانترنال فورس الإنكلاين بيمز وفي الاخر السيكشن هقول الرياكشن كيف نجابها ازاي تمام؟ هبدأ الاول احنا قبل كده اتفقنا لما بعندي بيم هوريزونتال كده اللي كان الفورس الهوريزونتال دي والفيرتكال الهوريزونتال دي كان بتعملي نورمال الفيرتكال دي كان بتعملي شير وهو بالضبط ده 3D بتاع البيم دي لو اخدت سيكشن هنا وشفت الجزء ده فكان اي فورس داخلة كده فهي نورمال رأسية هنا شير هل يمتع بقى لما ايجي اخش على الانكلايند اللي هو مثلا درسة النهاردة احط الفورس الهوريزونتال ده كده والفيرتكال وقول ان هوريزونتل ده هعمل لي normal وال hörtació غير شير اللي هيحصل إيه ان انا اي فورس هوريزونتل وفيرتكل وانا بتعامل مع كاميرا ميلة هعمل لهم resolution فانا هاخلي واحدة في اتجاه الكاميرا دي اللي هتعمل لي normal والتانية عمودية على الكاميرا دي اللي هتعمل لي şeyler فهو ضمنيا профورس هوريزونتل وفيرتكل اللي كنا بنشوفهم قبل كده هنا دول اللي اتنين هيخشوا معي leur normal ويخشوا معي leur şehir ده مثلا بالنسبة للدرس التالي النهاردة الدرس اللي جاي هنتعامل بقى بنفس الفكرة بس لو كان عندي حاجات vertical وهو نفس الفكرة مفيش حاجة جديدة بدأت برضو الhorizontal ده ما كان هيعمل لي normal والvertical كان هيعمل لي shear في الجزء ده لا النormal هنا يعني مبقاش اسمه normal بقى خلاص احنا ممكن نغير المصالحات بتاعتنا ونقول ايه النormal هي الفورس مش horizontal هي الفورس اللي ما عاميه على القطاع اللي هتعمل لي tension أو compression الشير هي فورس عمودية على القطاع اللي عمودية على line يعني ودي اللي هتعمل لي shear اللي هي بالزبط دي كده هتعمل لي normal ودي كده هتعمل لي shear تمام هابدأ بإجزامبل لما يبقى عندي مثلا كاميرا كده وهي الوحدة مش متوصلة بأي حاجة تمام وخينا اقول لكم فكرة الموضوع احنا نشتغل ازاي قبل كده لما كان يبقى عندي مثلا كنا مشتغلين على الكاميرا الhorizontal ده مثلا كده صح كان يبقى عندي مثلا هنا normal وهنا shear بيعندي أحمال كده مثلا اي load عادي مثلا ده load كنا منعمل ايه كنا منشتغل مثلا من الشمال اليمين والreaction ده تطعلي هنا دي كنت بتشيك منها على الحل بتاعي لو شغل من الشمال اليمين الآن خلاص احنا بقينا فاهمين الدنيا فممكن نشتغل من اليمين الشمال ونتشك على نفسنا بالجزء الاخير ده اللي انا عايز اقوله ايه ان احنا اللي عمالنا قبل كده بالزبط هنعمله دلوقتي ازاي بس كل اللي عمالنا نعمل الروتيشن كده فايه اللي هيحصل فانا عندي هبدأ من الجزء ده اللي هو الجزء بقى يعتبر الشمال بقى بالنسبالي وهطلع بقى الفوق وهتشك على نفسي بالجزء ده تمام او العكس يعني انت ممكن تبدأ من فوق كده وتشك على نفسك بالاتنين دول والفرق التاني ان انا يعني انا دهات عملت الروتيشن لللودز فاللودز لفت معايا والreactionز لفت معايا بس انا ممكن في الاول لو كان عندي بقى اصلا الاحمال هتديها لك مثلا كده واللود هيبقى كده صح ده مثلا x وده y صح فانت هتعمل ايه كل هتعمله انك ال x وال y دي ال x وال y واللود هتشوف فين ال point اللي فيها احمال والدول هتعمل لها هتعمل لهم رزيليوشن يعني مثلا ده كده هيعمل لي وقشير وده هيعمل لي نورمل هنا اللي اتنين دول هيخشوا معايا ان هما يعملوه النورمل وهيعملوه شير فانا اللي بعمله في المسألة اول حاجة بطلع reactions وبطلعها vertical وهريزونتل كده عشان ال support اصلا في ال x وال y اللي هي ده x وده y لكن الكاميرا لا هي ال x و y بتاعتهم مختلفة او ممكن نساميه بقى ده u وده v محاور تانية يعني تمام فاللي هعملوه في المسألة اول حاجة زي ما انتفقنا قبل كده هحط reactions يعني مثلا لو مش متسميه الكاميرا عندي هسميها تمام وده roller صح فهحط y ايه هنا طب وده كان hinge فهحط اتنين y b وافرد مثلا هنا مثلا x b هيبه في الانتجاه ده تمام واللي هعمله هشوف اول حاجة اول equation اعرف اجيب منها reactionات فمتفقين معا ان انا لو قلت sigma fx وسويتها بالصفر صح ال x دي هتاخد الاربعة وانا فرض ال x كده صح اللي هي عكس الاربعة فهي x بتساوي 4 طن فدي اول حل عندي تمام وامرايح هنا حاطت ان ال x بربعة طن ثاني حاجة هل انا ممكن اخد sigma fy لأ مش ممكن عشان هيطلع لي اتنين قنون فانا ممكن اخد sigma moment about a واسويها بالصفر واخد بالك انا مين هيخش معايا دلوقتي انا هيخش معايا ال y b وال 16 وال 12 والجديد بقى معانا اللي هيخش معانا هي ال x اللي هي لما كان لما كنا شغلين على الكاميرات الهوريزونتل ال x دي ما كانتش بتخش معايا ليه عشان لو انا باخد moment عند ايه مثلا فال x دي مش هضربها في distance صح لان المومنت هو force في ال distance اللي عمودية عليه هل فيه distance عمودية على ال x لا لكن هنا لو انا مثلا force هوريزونتل فال distance اللي هاخدها هتبقى رأسية يعني force افقي فال distance هتبقى رأسية هنا بقى ال x هضربها في distance 6 والاربعة دي هضربها في distance 3 فما تنساش ان الفورس الهوريزونتل بقى ساعتها هنا هتخش معايا تمام فانا هقول ايه هقول اول حاجة y b في 8 فاي بي في 8 هتف كده و x في نفس الاتجاه فهقول زائد x اللي انا قريدي طلعتها باربعة فانا هحط اربعة على طول زائد اربعة في 6 ناقص 16 في 4 ناقص 16 ناقص اربعة في 3 واساوي الكلام ده والصفر هتطلع لي ال y b بتمانية طن تمام وارجع احط هنا تمانية طن ماشي دلوقتي انا ممكن اعمل ايه دلوقتي ممكن اعمل summation y فهقول sigma f y بتساوي صفر هقول y a ناقص 16 زائد 8 بتساوي صفر هتطلع لي ال y a بتمانية طن وارجع احط ال y a هنا بتمانية طن وبروز هكذا عايز اتشاك على نفسي مثلا ممكن اعمل check فهقول sigma moment about b هشوف بتساوي كام تمام فهديها تساوي فهقول 8 في 8 ناقص 16 في 4 ناقص 4 في 3 زائد 12 طلعت لي بتساوي صفر فانا كده كرياكشينات عملتها صح اخش على تاني خطوة في المسألة واللي هي ان انا دواتي قبل ما ارسم هي دي الرسومات بتاعت عشان ارسم انا مش هعرف ارسم بالرياكشينات دي ليه انا تاني بارسم normal و share وبending فالnormal او share او bending معتمد ان انا يبقى عندي فورس في اتجاه الكاميرا فورس عمو ضيعة الكاميرا عشان اه هي دي اللي هتعمل لي normal و share تمام فانا الفورس اللي طلعتها تي كلها تمام دول محتاج اعمل لهم resolution دوقتي اول حاجة هشوف فين الاماكن اللي انا هعمل لها resolution فانتفقين معا ان انا عند point A هنا هنا عندي فورس اللي هي التمانية فدي هعمل لها resolution واقف هنا في النص هنا مكان ال 16 وال4 وال12 هنا هعمل resolution تاني وعندي في الاخر هنا هعمل resolution برضو تمام بس فيه حاجة زي ما اتفقنا قبل كده انا كل اللي عملتوا قبل كده ان انا كان عندي كاميرا كده وعملت لها rotation فانا لو هشتغل من الشمال اللي مين فانا هشتغل بالجزء ده فانا مش هممني قوي الجزء بي فبي ده خديني اعمله كده على جنب بقول ايه ان جزء بي ده للشيك مش اكتر يعاني تمام ده للناس اللي هتشتغل من الشمال اللي مين زي حالتي دلوقتي اوكي فاول رسمة هنا انا هعمل ايه هبدأ اعمل رسمة فانا كان عندي هنا التمانية طانو صح والحركة اللي متفين عليها على طول عشان اعمل رسمة بعمل ال x وال y اللي هي التمانية وال y بتاعتها بعد كده اعمل محور الكاميرا ومحور عمودي على الكاميرا نمس على ايه دي بعد كده انا هارف اجيب الانجل دي صح اللي هي الانجل دي اللي هي هتبقى ثاني انفرس 6 على 8 هيطلع لي 36.87 فدي كانت الانجل صح فدي ما كان هنا رحضت هنا كده وبعدين القريبة هتبقى ثمانية كوسين فيتا البعيدة هتبقى ثمانية سين فيتا خلص انا كده خلص انا كده خلصت اول حاجة الفيتا دي هي بال36 انا كده خلصت اول جزء دي انا عمل رسميتين دلوقتي الرسمة دي اللي هيحط عليها ال Resolution والرسمة دي اللي هيحط عليها الفورسز يعني ايه بالشكل الاخير بتاعها عشان دي هشتغل به الشكل اللي فوق هتبقى 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 كركب قوي فمش يعني مش عارف استخدمه يعني فانا استخدم الجزء اللي تحت فتمانية كوسين ثيتا طلية دي 6.4 طن وتمانية سين ثيتا كان 4.8 طن تمام فده كان اول جزء تاني جزء كان عندي ايه كان عندي كان عندي محور رأسي كده ومحور أفقي والأكس بتاع الكاميرا ويدي العمودي على الكاميرا ابدأ احط كان عندي 16 نزلة وكان عندي 4 محدش يعمل رسوليوشن للمومنت المومنت مالوش رسوليوشن هو أصلا رسوليوشن يعني هو بيلف حوالي النقط فهو مالوش رسوليوشن هي نفس الانجل اللي هشتغل بيها لان الانجل ثيتا مع القريبة ومع البعيدة هتبقى 4 سين ثيتا نفس الكلام 16 مع القريبة هتبقى 16 كوسين ثيتا ومع البعيدة هنا هتبقى 16 سين ثيتا وابدأ اعمل الكلام ده هنا يعني هعمل الطرح والجمع هعمله هنا خذاتي لما اقول 16 كوسين ثيتا زائد 4 سين ثيتا فهيطلع لي 15 2 طن هنا وبعدين في الأفق هقول مثلا 4 كوسين ثيتا مينس 16 سين ثيتا فهيطلع لي 6.4 نجتف عشان انا يعني في الكالكليتر حطيت ان 4 كوسين ثيتا ناقص 16 فهيطلع لي في اتجاه 16 فهيطلع هنا 6.4 تمام واتفقنا اخر جزء ده ده تشيك كان عندي ايه في الجزء الاخير هنا كان عندي اربعة طن هوريزونتل كده هطل حاجة المحاور فكان عندي تمانية طن طلع كده كان عندي اربعة طن هوريزونتل ونفس الانجل كان الانجل المايل مع الافقي فديه ثيتا وديه ثيتا ده ثيتا فكان عندي هيجي هنا عندي الاربعة كوسين ثيتا ومع البيعيدة اربعة سين ثيتا نفس الكلام تمانية تمانية كوسين ثيتا وهنا هيجي لي تمانية سين ثيتا ده اللي بتتكلم عليه شوفوا الدنيا الكركبس في بعضها فانت لو هتيجي ترسم بالحاجات دي لما تيجي ترسم بالحاجات دي هتطلع بعض خالص وشان كده بنعمل الرسمة اللي تحت دي بنحط عليها كل حاجة بالشكل للنهاية بتاح تمام لما ايجي احط البوينت بقى كان عندي البوينت اللي هي اربعة سين ثيتا زائد تمانية كوسين ثيتا طلعت لي 8.8 تمام ولما جيت قلت اربعة كوسين ثيتا ناقص تمانية سين ثيتا فاطلع لي 1.6 تمام فهبدأ ارسم فخلص اندرتي لما ايجي ارسم مش مش بص بقى وانا ارسم بالضبط زي ما كان بنرسم في الكاميرات الهوريزونطة انا هنا لما ارسم من المهم فورس دياجرام هاخد كل الفورس اللي عملالي نورمل او عملالي تنشن او كومبريشن على الكاميرا نفس الكلام لما ايجي ارسم شير فهاخد كل الفورس الهوريزونطة ومومنت هقول لكم عليها دلوقتي فاللوقتي لما ايجي اتكلم عن النورمل هاجي اقف عند البيان دي كده واشوف البيان دي حسب ايجي وانا اشتغل من الشمال يمين او من الشمال زي ما عملنا بكده فهلا حد كده مش هبقى فيه اختلاف خالص فهقف هنا النورمل كان فور بوين ايجي كان عملالي كومبريشن فهنزل هنا فور بوين ايجي بعين لقيت عندي 6.4 فهقول ايه نيجي 4.8 زائد 6.4 فاطلع لي 1.6 فانا هطلع هنا 1.6 طان وكمل لحد الاخر كده هل في حاجة مفيش فانا هكمل كونستان كده 1.6 لحد الاخر وما تنساش حط هنا بقى نيجي وهنا بصد اتشك عنافسي في الاخر لما وقفت هنا كان عندي 1.6 ولو هشتغل من 1.6 كانت طالع صح فعامل اليت انش فانا جيت هتشك هنا لقيت 1.6 وعمل اليت انش تمام فهو ده اللي كنت بتكلم عليه ان الجزء اليمين ده لما انت هسابته فهو تشك عن نفسك مش اكتر يعني انت اصلا كان ممكن لو انت وصغ في تبقى خلاص يعني حلية كويس ويدك ماشية في الموضوع فانت ممكن ما تعمل الحتة ده تاني حاجة اجي ابس مش هقف عند البيت تاني فانا عندي 6.4 طلع فاطلع معاها كده انا الشغال من الشمال اليمين 6.4 همش constant لحد ما وصل بالنص بعين اقول 6.4 ناقص 15.2 فاطلع اكمل لحد الاخر كده واقفلها معايا 8.8 وهنا positive وهنا negative هتشكت على نفسي الجزء اليمين ده كان عندي 8.8 وطلع واتفقنا اللي بيطلع وبيبطلع بس من ناحية الشمال لكن من ناحية اليمين اي حاجة طلع بتبقى فأهي 8.8 وكانت negative فانا شغال normal وشير صح غلتي فضيلي bending moment bending moment عندك حل من الاتنين يأما تشتغل بالأحمال اللي انت او بال 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 اللي انت وريد عملت لها resolution او ممكن تشتغل بالأحمال اللي هي x y من غير ما هيعمل لها تعمل لها resolution لان في الاخر moment ده هو force of distance وروتيشن يعني في الاخر فمشافرق معايا احنا بس ممكن نجربها وانت اللي اريح معاك ممكن تعمله بس خباك من حاجة لو انا هشتغل اول حاجة هشتغل بالحاجات اللي انا عمل له resolution ده فانا مش هنفع اشتغل بالdistance اللي كانت هنا لان distance اللي هنا هي distance افقية واتفق ان احنا moment force في distance اللي عمودية عليه لما اشتغل بالحاجات دي اللي هي x y 8 او او حتى كمان للdistance فانا عندي عشان اجيب الdistance ده فهتقول ايه 4 square زائل 3 square تحت الروت فهيطلع لك force هنا او distance هنا فانا عندي هنا 5 متر وهنا يطلع لي 5 متر وزي ما انتفقنا بكده انا اقف عند 2 points احسب عندها هما 3 points دول في الاول هنا عندي بصفر وفي الاخر عندي بصفر اذا مش فضيلي غير ان احسب في النص وما تنساش هنا بس ان هنا في rotation عشان لو انت هتشتغل بالجزء ده دخل معك rotation في الموضوع يعني 12 متر طان فانا اقف احسب في النص هنا اللي هو عند الpoint دي وهشتغل يا دوبك just before الpoint دي عشان المومنت في 5 فهيطلعلي 32 و32 دي للسهم التحت فقوم جاي في النص هنا وحاطط 32 متر طان هل خلاص كده لا هكمل انا وقف just before just after وهلف المومنت واخلي بطنه في الاتجاه اللي انا شغال في الوام الشمال يمين فانا كان عندي 6.4 في 5 32 بعد كده عندي 12 والاثنين مع بعض فانا هجم على 2 على بعض فقوم 32 30 زائد 12 ستطلعلي 44 فهيهجمحهم مع بعض فهيطلع 44 متر طان ووصل لي كده ووصل كده وحط هنا موجب وانا كده كده برسم في الاتجاه او برسم عمودي على القمع تمام فادي رسمة الدياجرام بتاعت قل باك محاجة انا هنا اشتغلت بدا انا ممكن اشتغل بدا انا ممكن اشتغل بالفورس قبل تعليل رسم او ممكن فانا اوقف هنا واخد مومن فانا عندي 8 4 واشتغل غير ولا هيغش معي صح فاطلع 32 بعد كده هزود 12 فاطلع 44 فهو انا كده طريقة ثانية والاثنين لازم يكونوا اكول فالاريح لك اشتغل بالاثنين بس انت غالبا هتشتغل بدي لان عندك دائما متعودة على الفورس دي من assignment 1 و assignment 2 انت متعود على x y فانت غالبا ممكن اشتغل بدي او الوقت سأكلم معاكم على stability of joint يعني لو كان عندي مسألة كده ودي هنعمله كمان شوية لا فيش طبعا عارفين ازاي reaction دي تجاب وطبعا عارفين لما اجي ارسم bending moment كده فانت مفاهمين جات ازاي واقول هنا 10 متر طان اعملت ايه وقفت عن point دي كده واخد moment من الشمال وهي هيا من اليمين وده اللي عايز اتكلم في دلوقتي دلوقتي ايه اللي حصل لو انا شغال من الشمال يمين فالpoint دي عندها moment بقد ايه بعشرة متر صح ده من الشمال يمين الشمال لازم تبقى عشر ماينفعش تبقى اكتر او قل من عشر الا والpoint اللي في النص دي من التزين صح وبرضو اخد بالك من حاجة ان اليمين زي الشمال وعكس في الاتجاه والاثنين بقيمة اللي هو point دي moment عندها بعشرة بس عندما تعمل sum للم moment حوالين الpoint دي فاليمين لازم زي الشمال فاللي تعمل summation moment فهيطلع بزير عشان كده الpoint دي متزنة بالطريقة دي انا ممكن ارسم moment لأي اشكال بعد كده ومسلا اللي هو الاجزامبل ده كان عندي كاميرا وبعد moment فمتفقين معا ان moment هنا بصفر هيجي مثلا عايز اجيب moment عند الpoint دي هيطلع عندي هنا reaction انا مش مهتم اعرف هو بكام دلوقتي بس انا عايز احسب moment هنا هشتغل من الشمال يمين صح اللي هو 2 2 2 فده السهم هيبقى لفوق فمتفقين معا ان انا هعمل كده 400 طان اللي هو 2 2 صح هكمل الرسمة يعني هنا moment هيبقى كام واكتر يعني في الاجزامبل الجاية هتعرف زي بنرسل moment للحاجات اللي بتتكسر كده او بقت ميلة يعني مش مش منتفقين معا ان ان الpoint دي يعني الpoint دي عند الحتة المستقيمة هي الpoint عند الحتة الميلة ما هي الكاميرا محصل لاش حاجة يعني هي مبقيتش كاميرا جديدة وده الاجزامبل مثلا حاجة زي كده مثلا صح في ايه هنا كان عندي مثلا عمود كده وبعد كده كسر بس هو خد بالك هو هو نفس يعني مثلا لما نتكلم على الpoint اللي هي دي مثلا المومنت يمينه لازم زي مومنت شماله وإلا الpoint لا تبقى متزنة وده اللي كنت عايز اتكلم فيه هنا يعني ناخد دي على جنب كده يعني هنا الpoint دي الpoint انا بارس معمودي على الكاميرا بتاعتي فالكاميرا هنا كانت هوريزونتل وبعد كده لما الكاميرا تكسرت بس هي لسه نفس الكاميرا تكسرت كدائمان يعني غيرت اتجاهها فالpoint دي كمان متفقين معا انها تبقى 4 ليه تبقى وإلا الpoint متزن انا مش هم نتكلم على الpoint دي من شمالها كان عندي 4 متر طن كانت كده طب منها لازم يبقى 400 طن كده يعني دي مسألة دي لو حلناها بس أنا ما حطيتش ديمانشن او حطيت لازم لما نشتغل من اليمين للشمال لازم هنا يطلع لي 4 وإلا الpoint دي ما تبقى ش منتزن فممكن نقفل رسميتي هنا على اساس المومنت تحت هنا بصفر كمان فممكن باستخدام الكنسيبت صغير ده اللي هو عند الpoint يمان زي شمال ها لو ما فيش concentrated moment اللي هو هنا ما كانت الpoint كان لدي اكش معادي فأنا هنا يمين الpoint زي شمال الpoint بنفس الفكرة ممكن ايه لو عندي 3 كامرات كده فحنا هنا مش كان احنا ممكن نحسب المومنت هنا بكام وكمان نرسم يعني لالجزء ده كان عندي 10 متر طان ودي السهم الفوق ولالجزء ده كان عندي 10 متر طان ودي السهم التحت بالنسبة للجزء ده طب يعني المومنت هنا هيبقى بكام المومنت هنا ببساطة لازم الpoint دي summation المومنت عندها بصفر فمنتفقين معادي ان انا كان عندي هنا عكس عقارب الساعة 10 وعكس عقارب الساعة 10 عشان الpoint دي تفل بصفر يحتاج احط هنا 20 متر واتجاه كده بالزبط ليه كده بالزبط تجاه مع عقارب الساعة عشان لما تيجي تقول تزان النقطة دي فتقول 20 مع عقارب الساعة ناقص 10 اللي هي عكس عقارب الساعة ناقص 10 اللي هي عكس عقارب الساعة فبيتسوي صفر فالpoint دي كده منتزم ودي الساهم الفوق وساعتها ممكن ارسم المومنت وانا عمودي على الكاميرا بتاعت البلازرق ده هو بتاع الجزء الفوق ده وبعد كده البنفسي ده بتاع الكاميرا دي وبعد كده عندي اللحمر دي الساهم التحت كده فانا رسمت اول حاجة بيلت على دي الساهم ودرا الساهم وعشان برضو انا حط اصلا الاتجاه بتاع المومنت في الاتجاه اللي أنا شغال فيه اللي هو بطن بص بص فانا مشيت على الحاجات دي تمام اخر حاجة قبل ما خش على المسألة الاخيرة ان اعرف ارسم الانترنال فورس دي لالتلات تلات تلات دي هاي اللوتز دي عمتا انتو انتو شايفينها قبل كده فاللي انتو عارفين في اللوتز دي لحد الوقت انتو عارفين ازاي تطلع الريزالطة متعت اللوت دي فالريزالطة متعت ايه هي الاريا الاريا مثلا متعت الارتفاع W في هنا L صح اللي هي دي فهو احنا مجيب area ف W L ونقطة تأثيرها هنا في النص تمام فبالنسبة لللود التاني ده نقطة التأثير ه في النص هنا وقيمة اللوت cam W في L وخبرتنا اتجاه اللوت هنا ده gravity واتجاه اللوت هنا gravity ليه الاتجاه gravity عشان اللوت نفسها تبصل تحت نفس الكلام دي تبصل على gravity اخر حاجة خلص اللوت ده اتجاه هي بعمل ازاي هي بقى كده وبيأثر في النص هنا واتجاه مش gravity اتجاه هو اتجاه التهشير اوكي وهنا قيمة اللوت W في L داش عشان الاريا هنا W الارتفاعد كان W و المسافة دي L داش وده مستطيل في الطول في العرض الاريا تمام فدي اول حاجة تاني حاجة ان انا ارسم الدياجرام اللي هما ايه normal force shear force وبending moment دياجرام تلات اشكال دول او اشكال من اللوت دول اوكي فانا هبدأ ب البدنج moment اوكي وهاجة افكركم باللي احنا كنا بنعمله قبل كده لما كان عندي كاميرا عادية بالمنظر ده واللوت كان عادي كده اوكي متفين معايا ان المحاصلة كانت الطول في العرض اللي هي خمسة في اثنين فاختلالي عشر اوكي والرياكشينات انا عندي عشر وما كان في النص فخمسة وخمسة فالحد كده احنا عارفين ازاي نعمل الرياكشينات دي وعارفين برضو لما اعمل البرابولا دي كده عارفين ان دي W L square على 8 صح W L L على 8 اللي هي W L square على 8 مسانا احتاج اقول لكم على كذا حاجة اول حاجة ان اول two terms دول من W L square 8 اللي هي W L دي كان دي كان لها علاقة بدأ بال عشر اللي هي لمش عشر دي كان W L ال W كان ب 5 وال L كان 2 فالداني 10 فأول term في W L square 8 هي d T تمام top term L الثانية L الثانية دي هو اتجاه التهشير او المحصلة عمودية عليه فهنا كان الخمسة دي مش تنزل عمودية على المسافة اللي هي 2 متر ف 2 متر دي هي بنزال L ما عندي L غير ها فهي دي L اللي هو اتجاه او المسافة العمودية على التهشير بنفس المبدأ ده اللي هو 2 terms دول هنرجع نعوض او نطبق في 3 cases دول فأول حاجة انتم منتفقين معايا ان بان جموم ال diagram بتاع 3 رسومات دول او 3 loads دول هي برابولة ليه برابولة عشان انا عندي حملة distributed او كي فأنا حط البرابولة بتاع 3 loads دول والقيمة بتاع كل واحدة هنقول هدل وقت اول حاجة انا هنزل قدي وخبر لكم حاجة البرابولة بتاعتي كانت كده ما كانت كده الفرق انا هنا برسم عمودي على الكاميرا دي اللي هو لو كان كان عندي كان عندي كاميرا كده فبرسم البرابولة كده صح دي اللي هي دي لا احنا بنعملش كده احنا بنرسم البرابولة بتاعتنا عمودي على الكاميرا اوكي ماشي طب الvalue هنا هتباب كام فكريين الtwo terms اللي اتكلمنا عليهم متفقين معايا ان انا عندي تمانية هنا في الاخر وعندي هنا اول two terms اللي هي المحصلة بتاعت اللود محصلة بتاعت اللود هنا كانت كانت w l فهرجا احط هنا اول حاجة w l تبطيني حاجة الحمل بتاعي او اتجاه التهشير بتاع اللود او اللود اصلا مش كان gravity يعني عمودي على اي distance l ولا l dash انت في معانا هتقال صح اللود التهشير بتاعي عمودي على l فدي اللي اخد احط اه تحت هنا وبكده فبقى عندي w l square over 8 تاني حاجة بنفس الفكرة برضو انا هنزل هنا اد ايه اتحط هنا 8 تحت وده اللي متفقين عليها وارجع المحصلة كان w dash صح فهرجع احط هنا w dash طب انا عايز اكمل ال equation فهنزل ب اللود تحت كالتهشير وباصل ازاي فهنعمودي على l او المحصلة بتاعتي كانت عمودي على l صح فهنزل البرابلة بتاعتي w dash l على 8 اخر حاجة هنا هنزل ايه برضو هرجع بص على المحصلة المحصلة كانت w dash فهرجع احط هنا في الاول w l dash طب تاني l هرجع اشوف التهشير بتاعي ده كان عمودي على ايه او المحصلة تتعامودي على أي distance الل داش فهرجع احط هنا l dash وبكده انا هنا بالضبط هنزل w l square over 8 ثاني الفرع بين l dash و l distance افقية و l dash distance battle mile و نحن ال l dash visa gors احنا نحن 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 normal and shear احنا نحن سأبدأ هذا سأخذ دي على جنب هنا الوقت انا كان عندي كاميرا مائلة كده احنا حسنًا وهذه كانت وكانت وكان عندي ولداشة وليس ولداشة المحاصرة دي متعوضني عن الحمل فأنا سأخذ ولداشة وأضعها هنا ولداشة ولداشة حسنًا ثاني عندما نرسم النورمال والبيندينج كل MICHAEL هاتم بفرصة هاتم بفرصة التي يعلني تنشن أو تغرفين على الكاميرا التي يعلني فرصة في اتجاه الكاميرا وفرصة فتعالها حسنًا لأن الحمل لا يحتاج أفター له وليس لدي المسؤولة لأنه عمودي على الكاميرا حسنًا لو أني تريدكي انتعاد هذه الصمت لا أعلني تحلي مسئلة بالأرخام وقام nanach لو أنني لدي كاميرا ونزل عليها لود، بس كده أنا هيجيلي رأكشبات ازاي أنا هيجيلي رأكشن، لاتناديكة لود الـ WL-Dash ده هجيلي رأكشن عمودي على الكاميرا كده أو مثلا رأسي في الـ لو أنا باتكلم ده كده ده الأفقي بتاعه يعني ده كده الأفقي بتاع الكاميرا دي والرأس بتاع الكاميرا دي اللي هو ده بلاتي أنا كان عندي لود عايزي نزل الكاميرا كده عايزي نزلها كده ماذا سيمنع هذا الوض؟ حمل أو 2 reactions عكس اتجاه هذا الوض صح؟ لكن خباتنا لا يوجد أي تنشن أو كومبريشن هنا سيظهر لي في الكاميرا لماذا؟ الثاني، لو كان عندي كاميرا هوريزونتل كده، لو فاكرين وكان عندي reaction رأسي مثلا هنا، أو كان عندي لود رأسي هنا نتيجة هذا الوض، سيظهر لي reactions رأسي لكن تقول لي sigma fx حتى لو كان فيه هنا الاثنين كانوا هنج مثلا، هتقول لي ما هو الـ x دي، هتساوي الـ x دي، بس هل فيه أصلا أي أحمال أفقية؟ لا يوجد وثاني، هذا concept، هذا ليس مسألة بالأرقام، مسألة بالأرقام أو أسعتها ممكن تشوك في الحاجات الهوريزونتل دي، لكن هذا concept أنا عندي كاميرا جاء عليها لود رأسي، فالreactionات ستبقى رأسية بس، ليس عندي أي شيء أفقية نفس الفكرة في هذا اللود أو في هذا الشكل عايزك تفكر فيها كده لو كان عندي حمل رأسي كده، أو حمل عمودي على الكاميرا، فهو الـ xd هم دول بس، ومعنديش أي reaction أفقية وبكده، في المنطقة اللي احنا عملينه ده ان الـ xd بما ان ان اللود أصلا جاي في النص وكان ولداش، فالأكشنات هتبقى ولداش 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 يعني في الصفحة الجاي او الصلايد الجاي هاشرح التراتة لوتز دول بنقابلهم فين اوكي فاللوت ده مش هجيب لأي ري اكشن افقية وبكده النورمال فورس دياجرام بتاع اللوت ده او بتاع الكاميرا دي بصفر طب الشير فورس نفس الكلام هطلع هنا دي على اساس ان انا كان عندي هنا W L' over 2 كان ري اكشن يعني كان عندي هنا ري اكشن فانا هطلع هنا W L' over 2 ولو فاكرين ان انا كان عندي ده اللوت اللي هو W L' ده ده كان حمل دستريبيوتر فعبيوله خط دغطت كده وده مش حمل Concentrated Distributed فعشان كده متفقين معي ان انا هامشي بدغطت كده اللي هو السلم مثلا لحد ما اوصل للنص هنا واقول W L' دي ناقص W L' sorry W L' over 2 ناقص W L' فهيديني negative W L' over 2 فهنزل بخطة دغطت كده هنا مثلا W L' over 2 وكمل لحد الاخر هنا ووصل اول السلم ده باخره كده ننشي على حاجة اصعب شوية وهي الكيس التاني الكيس التاني كان عندي كاميرا كده اوكي كان عندي مثلا سببورتس كده والكاميرا دي كان جايلي فورس كده كانت الفورس هنا بقى ساعتها رقصية كانت بW L' داشة تمام؟ عشان ارسم الدياجرام اللي بتاع W L' فهحتاج اعمله ايه؟ هحتاج اعمله رزيليوشن تمام؟ فالرزيوشن متعتك هتبقى عاملة ازاي؟ هعمل كده 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 وههعرف اجيب الثيتا دي اللي هي tan inverse ده كله على ده كله اوكي فالثيتا دي هتبقى هنا وهنا 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 فممكن اقول ان كان عندي هنا W L' sin theta وعندي هنا في الرقصي W L' cos theta اوكي لو هزبط شكل الكاميرا دلوقتي فدي شكلها كده بالاحمال بالحامل البعض لما همتوروزيليوشن كان عندي حاجة رقصية هنا W L' cos theta وكان عندي هنا W L' sin theta وبكده نتيجة الحمل الرقصي ده والحمل الافقي ده هيتطلع لي reactionات هبقى هيتطلع لي reaction هنا اوكي ده مثلا reaction بتاع الافقي اللي هو مثلا لو هيبقى ده مثلا W L' sin theta هيتطلع الاثنين مثلا وهيجيلي reaction رقصي هنا انا دي مش بحلها بالارقام انا بس بقولكو احنا هنعمل ايه فنتيجة الحملين دول بقى عندي reaction افقي و reaction رقصي افقي و رقصي بالنسبة للكمة اوكي فمنتفقين معي ان في الكيس التانية دي هيبقى عندي normal force diagram وهيبقى عندي shear force diagram عكس الكيس التالتة اللي كان عندي shear force diagram ومفيش normal ومتفقين معي ان رسمة الشير بتاعة الكيس التانية هتيبقى برضه كده على اساس ان ده حمل موزع فدي رسمة الشير بتاعته ايا كان value ممكن نعرفها لما نحل مسألة فدي رسمة الشير هي نفسها دي على اساس ان انا كان عندي ده شير كان عندي حمل كده او reaction كده هطلع وامشي dotted انزل في النص هنا بقيمة الwhatever اللي هتطلع لي هنا بعدما لها resolution واقفل ووصل الاول بالاخر فدي رسمة الشير اللي هي دي رسمة النورمل بقى دي ده اللي هي جديدة شوية رسمة النورمل خليني اقولكو ان الحمل او الresultant ان انا نطلعه من شوية ده اللي هو ده w sin theta هو نتيجة هو نتيجة حمل موزع اوكي فانا نفوض اعمله dotted كده ولو فاكرين الحمل يعني مثلا لو كان عندي حمل رأسي فده جاي نتيجة ان انا كان عندي حمل distributed صح؟ طب معناها ايه؟ ان انا يبقى عندي حمل dotted يعني كان عندي حمل أفقي dotted ده اكيد جاي نتيجة ان انا مثلا كان عندي distributed load أفقي انا عارب المسمى ده او مرة تشوفوه او شكل او مرة تشوفوه فنتيجة ان انا عندي كان عندي حمل distributed أفقي فمسلا لو قمته كان W عايز تحوله ال result نفكه تضربه WL صح؟ وبنحوله لده انا بس بقول لكم هي جات منين لكن غريبا مش تقابله احمال أفقية يعني يعني جاي لكم في المسألة مثلا distributed load أفقي لا بس هو انا بس بقول لكم لما دلوقتي WL sin theta أفقي جاي نتيجة ان في حمل أفقي فاللي عايز اقوله ايه؟ عايز اقول ان النورمال فورس دياجرام بتاعه هيبعمل ازاي؟ مش كان عندي هنا W L' sin theta فهيجب لي راكشنين كده صح؟ فهيجب لي راكشن مثلا هنا اللي هو كان compression او ايا كان هنزل كده والمفروض امشي بخط doted لحد ما وصل في النص اللي هو مكان ما كان فيه resultant doted الافقي وهنزل القيمة بتاعته او هطلع القيمة بتاعته كده واقفل هنا ووصل الأول بالآخر اوكي وتاني دلوقتي الـ values انا مش مهتم بها دلوقتي لما يجي نحل المسألة هنتم بـ values بس دي شكل normal force diagram ده شكل الشير ليه الكيس التاني الكيس الاولى هي نفسها الكيس التاني لان امش قلتلكم قبل كده ان الحملة ديستيبوست ده اللي بيعواضه هو resultant بتاعه بس الفرق ما بين الكيس التاني والكيس الاولى ان انا كان عندي الـ value كانت الـ W كانت مضروها في L وده كانت مضروها في L بس هي نفس الفكرة كان عندي الحملة النازل رأسي كده واحتاج عمل resolution بس بدل ما كان هنا L هيبقى L وبنفس الفكرة الـ normal force diagram بتاعته هتبقى كده وتاني يعني ممكن دي compression وده tension او العكس ممكن دي تطلع tension وده تطلع compression على حسب المسألة اوكي بس هو كده ده شكل normal وكده شكل الشير اوكي الشكل انا بتكلم عليه انه هو شكل مسلس كده لكن بقى فوق ولا تحته الكلام ده في المسألة الجاي اللي انا هعمله دوقتي ان انا هشرح لكوا اصلا ايه اللودز دي او انتوا اصلا اللودز دي بتقابلوها ازاي او اللود اللي هي اللود ده مثلا حاجة زي كده لو كان عندي مبنى من منظر ده كده وكان نازل مثلا على ارض سلوبت انا ممكن احتاج بدل ما احط البركس دي الطوب ده ممكن احط هنا كاميرا مثلا او احط سلاب او احط اي حاجة شوف خبلك من حاجة هفرد ان المكان البركس اللي في الاخر ده او الطوب اللي في الاخر ده كان عندي مثلا هنا سلاب او كاميرا او كاميرا اوكي والناس هتمشي هنا صح؟ والناس زي ما اتفقنا هو مش احمال انا بعتبارها حملة فحملة الناس هيبه هنا اوكي فهي دي الفكرة في اول كيس في اللودنج اللي هو مثلا انا كان عندي السطح ده لو عايز يعني بلاش حتى اقول كاميرا او هنا في بلاطة او لا انا عايشه بالسطح ده حاسس بلود قد ايه نتيجة الناس اللي هما هيمشوا هنا اوكي فده كان اول كيس طب تاني كيس اللي هي كان عندي الكاميرا ميلة وعندي حملة دسترويوت الجرافتي هي نفس فكرة السلم السلم اهو صح؟ السلم ميل طب وخبلك من حاجة انا كان عندي هنا رخام والرخام تقيل وبناخد احماله معانا اللي هو عالسلم اللي هو ده شايفين قد ايه بيأثر ازاي يعني عامل ازاي وغير كده هو تقيل اصلا فده برضو بنعتابله حملة واتجاهه ازاي هو الرخام مش بيأثر كده هو الرخام من جرافتي صح؟ هو بيأثر كده فانا اعتبرها انه هو الرخام على طول الكاميرا او على طول السلم والحملة بتاعه كده جرافتي كله فده كان تاني كيس ثالث كيس اللي هو لما يبقى عندي كاميرا او السطح او سأ او اي حاجة عايز ادرس تأثير اللود عليها وتأثير اللود عليها ده بترجمه في ونورمل والشير والبيننج صح؟ انا النورمل والشير والبيننج ده البيهيوير тест british اللي هو مثلا الرياح والرياح يعتبر олн يعني يعني هو ليه خواص الموائع اللي هو الفلاود يعني ايه ؟ يعني انا مثلا الرياح بيتدرس بحاجة زي كده بتحط المبنى بتاعك وبتشوف تأثير الرياح علىه ازاي فهو مثلا الرياح بتيجي هنا على المباني بيأمل 절 هنا مثلا ده الشكل الرياح يأتي كده هتعمل لي compression هنا ونتيجة ان فيه سطح واقف هنا فهو هيعمل لي compression وممكن اللي بعديه ييجي يغير الاتجاه وكده ويعمل لي دوامات هنا دي بنسميها vortex shedding طبعا كلام ده يعني مش فلسكوب بتاعكه بس جميل ان اتباع عارفه يعني دي حاجة زي الدوامات الدوامات دي هي بتعملي حاجة زي suction او بتسحب السطح يعني انا عندي هنا pressure وهنا عندي suction اوكي وتأثير الرياح مثلا اللي هو لما دخل هنا وعمل لي pressure فيديو لطيف خالص بيوضح الحتة دي هو ده هنا الرياح دخلت وعملت دايب pressure هو كده ده اللي هو بالضبط الرياح دخلت هنا وكانت مثلا حيطة هنا دخل عمل مثلا هنا pressure في الحتة اللي تحت فهو الرياح يعني الحين بتاعه بقاش ثابت او انت ما بتبقاش عارف اتجاهه فان يعني مثلا مرة ييجي هنا ومرة ييجي من هنا ومرة ييجي مثلا في الاتجاه ده فاحنا بنصمم كل حاجة وبندرس كل كيس اوكي فهو الرياح لما بييجي مثلا لو كان عندي السطح كده فهو الرياح دخل وعمى عندي pressure هنا كان عمل pressure عمودي على السطح سواء من تحت هده او لو كبت حتة مثلا مقفولة ممكن الرياح لو لما تيجي ممكن تيجي من هنا فلما تيجي الرياح هتعمل لي pressure كده عمودي على السطح اوكي فدي كان ثالث كيس معا اخر مسألة وهي دي وقبل من نحل المسألة دي كdiagrams يعني نعمل الحاجة اللي احنا عارفين نعملها لحد الوقت اللي هي ايه انه هنحط الرياكشينات انا عندي نتيجة الريولر هنا فاحط yb ونتيجة الhenge فاحط اتنين reaction xa ya وعشان عندي حمل distributed فانا محتاج اعمل resultant لكل الكلام ده فانا كان عندي هنا ده اسهل resultant اتنين في اتنين باربعة وعندي resultant ده طب ليه انا قسمتهم اتنين ويستحسن انا اعمل dotted كده خليها dotted ليه انا عملتهم اتنين كده عشان الحملة distributed ده فيه جالي حمل شير في النص كده اللي هو بعشرة فانا احتاجت اقسمه اتنين طب انا كانش عندي العشرة دي فلا انا ممكن اعمل ضغطة واحد وخلاص لده كله اوكي طب هنا دي هجيبها ازاي اول حاجة هجيب المسافة الميلة اللي هي دي كلها كام ودي كلها سهل اللي هو ثمانية سكوير زائت ستة سكوير تحت الروت فدي جبتها وهتبع بعشرة متر وهقسمها انا عندي هنا خمسة متر وده خمسة متر وبكده انا ممكن اقول اتنين في خمسة بعشرة طن عشان الحتة دي اللي ارتفاع هنا كان اتنين ودي المسافة دي خمسة فانا عندي هنا عشرة وعندي هنا عشرة دوقتي ممكن اجيب الرياكشنز على طول لو عملت اول حاجة للشكل ده سويتها بالصفر انا عندي اعمال horizontal ايه اللي احمال horizontal اللي عندي اللي هي اربع ما عندش تاني حاجة تاني غير الاربعة دي فانا ممكن اقول ايه x a بتساوي اربعة طن وخلاص على انته طب انا داتي ممكن اعمل summation moment كان شين فا اعمل summation f y عشان كان يطالتين الانونس فاعمل summation moment about a وسويها بالصفر واقول ايه أول عشرة اللي هي دي عشرة دي نزلالي هنا فهي في اتنين فأول أول عشرة في اتنين بعد كده تاني عشرة فأربعة اللي هي Concentrated ثالث عشرة اللي هي Distributed في أربعة زائد اتنين اللي هي أربعة زائد نص الأربعة اللي هي نزل عليه فستة وبعد كده ناقص YB في تمانية زائد أربعة كمان في تسعة زائد ستة في عشرة محدش ينسى الأربعة الهوريزونتل دي فدي هتخش معي ازاي؟ مع اتجاه ال YB في هول أربعة في ستة متر واسوية بالصفر وهنا ممكن اطلع ال YB بكام فال YB طلعتلي باربعة وعشرين طن أنا هنا ممكن اعمل Summation Y تسوي صفر وحط هنا ال YB باربعة وعشرين طن وال XA كانت باربعة هنا ممكن اقوم Summation Y هاقول ايه؟ هاقول YA ناقص عشرة ناقص عشر روما ثلاثة عشرات جمع بعض معكها زائد باربعة وعشرين ناقص أربعة وناقص ستة تسوي صفر ما عنديش غير الحاجات دي فاطلعتلي ان ال YA بستتاشر طن وحط هنا ستتاشر ومحدش ينسى خطوة Check ناقص هذه الأسهل حاجة عملناها او هذه الحاجة ليست سهلة قوي هذه الحاجة اللي احنا عرفنا لحد الوقت طب انا المسألة دي هلها زي دلوقتي خد بالك من حاجة أنا عندي كانت عندي كاميرا ميلا كده وكان عندي كاميرا هوريزونتال كده ومبدئيا يعني اللي انا هعمله دلوقتي ده لا احدش يعمل كده وممكن في الامتحان أو شيئا لا يعني ده كده هفاهمكو بعد ذلك هقول لكم في الاخر هم نعمل ايه أنا دلوقتي بتعامل مع الكاميرا لما تتغير اتجاهها كده بتعامل مع الجزء ده الواحده ومع الجزء ده الواحده يعني ايه ؟ يعني بالضبط كأن فصلت عندي حتة دي يعني اقفت هنا مثلاً كده وفصلت عند الحتة دي وكان عندي يعني كان عندي مثلا هنا كان عندي اربعة طن انا بس بنقل اللوتز كان عندي هيدي الأحمال وانا لما فصلت في الحتة دي تمام؟ هيظهر عندي ايه؟ هيظهر عندي X تمام؟ ويظهر عندي مثلا Y ويظهر عندي moment صح؟ وعكس هنا X وعندي Y والmoment هوا تمام؟ دلوقتي الجزء ده عشان اجيب الـ X هاجيبها بكام؟ هقول summation Fx بساوي صفر كان عندي ان الـ X تساوي 4 هعمل summation Y بساوي صفر كان عندي Y زائد 24 ناقص 4 ناقص 6 وسويا بالصفر فهيطلعلي ان الـ Y Y طلعتلي بسالب 14 فسالب 14 معناها ان انا فارض الاتجاه ده غلط فانا هفرض ان الـ Y بصل تحت وبالتابعية ان الـ Y دي بصل فوق ماشي؟ طب اخر حاجة هتبك اللي هي ايه؟ اللي هي الـ moment summation moment about مثلا اي حاجة بقى يعني مثلا دي او هسمي دي او دي بي فاقول مثلا هدخل اول حاجة الـ moment بعد كده ناقص اربعة في واحد ناقص 6 في اثنين على اساس ان الـ distance كانت 2 متر كلها فاطلعلي الـ moment بـ 16 متر طن هارجع بس احط الاحمال بتاعتي مكانها كان عندي هنا دي اربعة عشر وعندي الـ X دي باربعة والـ X دي باربعة ودي اربعة عشر والـ moment بـ 16 والـ moment اللي فوق ده بـ 16 تمام؟ ايه اللي حصل انا فصلت عند الحتة دي هعتبر دي كأنها كاميرا الوحدة وارسم لها الـ diagram ولازم الـ diagram مثلا بتاع الـ normal لما يجي افل معي النورمال بتاع ده الكاميرا دي لما يجي افل معي محدش اقولي مثلا لو هنا مثلا كان بعشرة محدش اقولي ليه ده ليه ما قفلتش باربعة لان الـ 4 دي هو ده مش نورمال على الكاميرا هو كان نورمال قوة على الكاميرا دي لكن على الكاميرا دي اللي هيخش معي normal الـ resolution بتاع الـ 2 دول الـ 4 و الـ 14 تمام؟ فانا هعتبر الوقت ان دي كده كأنها كاميرا الوحدة وهعتبر ان دي كاميرا الوحدة وده بعد كده اللي هعمله فأي كاميرا تغير اتجاهها كانت ماشى ميلة وكده بقت هوريزونتل فانا هشتغل الميل ده كأنه الوحده هفصله مثلا normal ومش عارف ايه ولما يجي اوصل في الاخر هنا هقفلها وبعد كده لما خشت على الكاميرا اللي هي نفسها بس عادلت نفسها كده بقى x و y او غيرت المحاول بتاعتها انا هنا قفلت الـ normal مثلا هبدأ هنا بـ normal ثاني اللي هو الرسمة تاعة الـ normal تاعة الكاميرا الـ horizontal دي لازم الرسمة عمودية على الكاميرا ولازم الرسمة دي تبع مضيعة على الكاميرا دي عشان كده كل رسمة الوحدة ماينفعش عامل رسمة عمودية على الكاميرا دي وفي نفس وقت تبع مضيعة على الكاميرا دي مش منطق تمام؟ طب اهل انا هفصل بقى كله شوية وقعد اعمل 3 equations دول؟ لا هو ايه الا 4 والا 14 اللي هم طلعه ههم دول؟ هو كل انا عملتوا بالضبط ان انا كأني شلت الجزء ده كله اللي هو العليمين وعايز اعوض الجزء العليمين ده باحماله بالأكشنات بكل حاجة بتلاتة فورسز اللي هو الـ x و y و moment اللي هما دول اوكي فهعملها ازاي؟ هي نفس فكرة الـ equations بس انا هقف هنا مثلا وهقول ايه؟ انا عايز اجمع كل الفورس الهوريزونتلا للفتجاه ده اللي هو بتاع الحتة دي كان عندي ايه؟ كان عندي الـ 4 بس فانا عندي اول حاجة هنا وحط الـ 4 احطها عند اول الكاميرا المايلة كده 4 طنط طب انا عايز اجمع كل الفورس الـ vertical اللي هنا هقول ايه؟ 6 زائد 4 ناقص 24 فهيطلع لي ايه؟ ناقص 14 4 وهيطلع لي ناقص 14 كده ومش مهتوي او ان انا احط المومن بصراحة لان هقولكو تانا عملها ازاي؟ انا مهتوي اكتر بالـ X و Y عشان دول عشان دول عمله هم رزيليوشن انا عمل الكامده كل عشان عمله هم رزيليوشن الممت زي ما انتفقنا هو روتاشن مش هحتاج عمله هم رزيليوشن فكده كمنخص اللي احنا هنعمله ان احنا هنعمل الجزء ده الواحده انا كان عندي هنا الـ Normal والشير اللي هو دول لما عمله هم رزيليوشن وحبه الـ Lodes اللي هنعمل لها رزيليوشن وقادي الـ End Forces الموجوده هنا اللي انا جبتها من الناحية اليمين فخلاص دي كانها كده دي كده جزء الواحده تمام؟ هخلص دي رسمتها بعد كده اخش على دي ودهتي هنطبق الكلام اللي احنا قلناه من شوية في المسألة دي اوكي احط بس الـ Reactions ماشي فدهتي اللي هعمله ان انا هعمل رزيليوشن للفورس اول حاجة احط الـ Forces في اول رسمة اللي هي فوق دي هحط هنا 16 وعندي هنا 4 وبعد كده عندي هنا 10 بس انا العشرة دي منفعش اخليها solid كده عشان ما اتلخبطش اخليها dotted عشان دي جاية نتيجة distributed load عشرة تانا بعد كده عندي solid 10 بعد كده عندي dotted 10 تمام؟ وبعدين انا ممكن امسح الجزء ده كده والحطة اللي اتفقنا عليها من فترة اللي هي بتاعة الـ Check احنا ممكن تحطها وممكن لا بس احنا هحطها عشان نتأكد من نفسنا وحط هنا كده اقول ان الجزء ده بتاع الـ Check وانا كدت جابها من هنا اللي هو ده اللي هو ده اللي اربعة و اللي اربعة عشر احطها بلون تاني اللي هو انا كان عندي هنا اربعة وكان عندي اربعة عشر صح؟ فداتي لقا اجي اعمل رسوليوشن للحاجات دي كلها هعمل الـ X و Y بعد كده هعمل النورمال بتاع الكاميرا والشير بتاع الكاميرا وحط هذه الثيتاء هذه الثيتاء التي هي Tn συ Brothers تقريبها 66% بعيدا تم الحاجات ف mitä هذه الثيتاء هي نفسها ثيتاء تم الحاجات فقت تم الحاجات ساعات 8 فوق الدعيدة من الطرف السابق ونفس الكلام الأربعة ستبقى أربعة كسين ثيتا والبعيدة دي أربعة كسين ثيتا الثلاث عشرات دولة نحن نعملهم الثلاثة سأعمل واحدة وخلاص لأنهم كلهم سيقولون لهم نفس المحصلة لكن هناك فرق طبعا إن في واحدة فيهم صالد والباقي دوتد لأن كل واحدة فيهم لها رسمة شكل فديه ثيتا هي نفسها ثيتا دي هي نفسها ثيتا دي على أساس إن ده محور الكاميرا وهذا النورمال يعني ده النورمال وهذا الشير كده بتاع الكاميرا وده X والY العشرة دي هتيجي هنا عشرة كسين ثيتا وهجيلي هنا عشرة سين ثيتا وأحطها على الرسمة دي أو قبل ما أحطها على الرسمة هعمل الحتة تحت تشيك بالمرة هعمل X والY وهذه الشير وهذه النورمال هجي لي هنا 4 كسين ثيتا و هجي لي هنا 4 كسين ثيتا في نفس الحتة 42 كسين ثيتا و portrayed 14 كسين ثيتا وأحط الرسمة هنا أو والشكل اللي انا هشتغل عليه هنا او الفورس اللي انا هشتغل عليه هنا من غير دوشة ولا حاجة اللي هي هتبقى الفورس يضبك النورمال والشير واخدها عشان اخدها وارسمها على طول فك انا عندي هنا 16 سين ثيتا زائد 4 كوسين ثيتا طلعت لي 12.8 فانا عندي هنا اول حاجة 12.8 نورمال وفي الشير عندي هقول 16 كوسين ثيتا ناقص 4 سين ثيتا فاطلع لي 10.4 هنا بقى بتاعة الحملة الديستريبيوتر هعملها دوتد وهعملها دوتد هنا فكان عندي هنا 6 وعندي فوق 8 وهنا نفس الكلام بس ده هنا solid 8 و6 وهنا برضو بس دوتد بقى 8 و6 واخد حاجة اللي هي الحتة بتاعة الشيك دي ممكن اكبر دي شوية كان عندي هقول ايه 4 كوسين ثيتا ناقص 14 سين ثيتا فاطلع لي 5.2 والاتجاه التاني فانا كان عندي هنا 5.2 وعندي 4 سين ايه زائد 14 كوسين ايه فاطلع لي 13.6 والفوق يبقى دي 13.6 طن فانا اول حاجة في الرسمة مثلا نورمل فورس دياجرام عندي هنا ده نورمل فاول حاجة في رسمة نورمل عايز ارسم النورمل هرسم للشكل ده الاول اللي انا هشتغل من الشمال اليمين فهاقف هنا اللي هي دي وعايز اعرف النورمل بكام فكان عندي اول حاجة 12.8 طن كومبريشن فانا هعمل هنزل هنا 12.8 بعدين عندي ايه هاكمل من الشمال اليمين لقيت عندي 6 طن ديستريبيوتد هوريزونتا فعملها ازاي عندك حالة من الاتنين ده مثلا ده نص الكاميرا وكان عندي هنا اللي هو الحملة اللي هو كان 6 ديستريبيوتد هوريزونتا وياما هتمشي دوتك وتعمل حركة السلم فهتمشي على كاكلتك هتقول 12.8 زائد 6 فهتبقى نيجاتيب 6.8 وهتكمل بالسلم كده الهنا لحد 6.8 توصل اول السلم باخر السلم اوكي دي طريقة يا اما اللي هي اسرع حاجة بنعملها ان احنا ايه مش ده حمل دستريبيوتد هاقف هنا كان نيجاتيب 12.8 واقف هنا فهقول نيجاتيب 12.8 زائد 6 فانزلت النازلة دي بعدين انا عندي ستة صوليد ده مش دوت صوليد ده بينزلني بيعمل لي دروب فانا اقول نيجاتيب 6.8 زائد 6 فهديني 0.8 تمام وهكمل عالكالكليتر هقول نيجاتيب 6.8 زائد 6 زائد 6 وزود كمان 6 فهديني 5.2 5.2 دي ما كان هنا في الاخر واقفل الرسمة الهوريزونت او الكاميرا الانكليند او كاميرا الميلة على كده 5.2 وانا شغل من الشمال اليمين طبعا اعتاكد انا كنت ماشي صح ولا لا هتلاقي ان ال 5.2 اللي هي الحتة بتاعة ال check قفلت معاك فانت المفروض كنت تتقارن النورمال بتاعك باللحاصة يعني ما تقرناش بالالاربعة دي لأ كنت الاربعة والالاربعتاشر هتعمل لهم resolution واللي تقارن بالresolution بتاعهم اللي هي كان 5.2 دي تمام احط الاشارات كان عندي دي نيجاتيب ودي بوستفل طب انا بعد كده خلصت الجزء الانكليند ده عادي اشتغل على الجزء الافقي عندك حل من الاتنين اللي اسهل فيهم ان انا اشتغل من لمين الشمال الجزء الافقي ده ازاي هتقف هنا انا كان عندي هنا الكاميرا الافقية حاسة بايه يا دي افقية ما فاش resolution اي حاجة انا وقفت هنا كان فيه اربعة طن compression فهعمل ايه فهقول هنزل هنا اربعة طن compression هل كان فيه اي فورس horizontal هنا ما كانش فيه حاجة فانا هقفل الجزء ده على كده تمام طبعا انا اتأكد انا عملت صح ولا لا طب هي اصلا فين الاربعة دي هنا اللي هي اللي احنا عملناها دي هي فينها هنا واخد بالك لما عملنا الجزء ده لو انا كنت اشتغلت من اليمين من سوري من الشمال اليمين كنت هبدأ بالبوينت ان انا فصلت عندها اللي هي دي مش كانت اربعة طن compression كده ما كانش في اي حاجة هنا فكنت هعمل كده صح؟ بس انا بميل للاسا ان انا اشتغل من الشمال من اليمين للشمال وخلاص فانت دهوقتي عندك حل من التلاتة عشان ترسم الدياجرامز ده سواء normal او sheer ايه كان اول حل ان احنا وده اسهل حاجة عشان نشتغل على الحتة المستقيمة دي ان انا اشتغل من اليمين للشمال تمام؟ او تاني حل وده صعب شوية انت تعمل هنا تفصل كده وتطلع نتيجة الفصل الفورسز اللي هتطلع وتحسبها وترسم الجزء ده الواحده وثالث حل انه انت ممكن تشتغل من الشمال اليمين برضه ازاي؟ ان انت هتقف هنا ان انت هتقف هنا مثلا انا عايز ابدأ ارسل من normal من اول هنا تمام؟ هتقول ايه؟ هتقول انا هشيل كل الفورس لناحية الشمال دي ومحتاج الفورس الهوريزونتر اللي تعوضلي عن الكلام ده كله وفورس الهوريزونتر اوكي؟ هيبق ايه؟ من ناحية الشمال هنا مثلا مين الفورس تخش معي هوريزونتر؟ كان عندي الاربعة دي بس فانحط الكاميرا دي كده وادي الاربعة اللي طلعتلي من ناحية الشمال طب الفورس الهوريزونتر كان عندك ايه؟ انا هنا اللي هو يعني انا هبدأ هنا اللي هو يدوبك في الحتة دي وهدخل الاربعة وعشرين مع الجنب الشمال بحيث ان انا اطلع من الجنب ده كله بالاربعة وعشرين بفورس واحدة هتقول ايه؟ هقول ستاشر ناقص عشرة ناقص عشرة ناقص عشرة ناقص عشرة زائد اربعة وعشرين انا ده الاكوشن دي دي اللي هتديني كل الفورس الهوريزونتر من ناحية دي هتليها اطلع لك بكم؟ هيطلع لي بعشرة فبكده انا دهاتي جبت الاربعة دي من شوية من ناحية الشمال وبعد كده احط هنا عشرة وبكده الاتنين دول ممكن اكمل بيهم مسألة من الشمال اللي مين عادي الاربعة دي كانت هنا اهي واحطها كومبريشن واكمل لحد الاخر والعشرة دي بقى هستخدمها هنا في الشير هاجي دهاتي اعمل الشير نفس الكلام هاقف هنا اشوف الكاميرا حاسة بايه في الشير كانت حاسة بـ 10.4 فهطلع هنا 10.4 بعد كده عندي distribute 8 فهقول 10.4 ناقص 8 فاطلع لي 2.4 بوستف فهنزل هنا لحد 2.4 اسكيل وحش قوي 2.4 مسألة بعد كده عندي 8 كمان بس 8 دي هتنزلني drop فنزلتني ل-5.6 فهنزل هنا 5.6 بعدين عندي 8 كمان فهقول ناقص 8 ثانية فاطلع لي negative 13.6 بقى 13.6 واقفل الكاميرا الانكلين ده على كده تمام؟ عايز اخش على الكاميرا العدلة اللي هي الشير في الكاميرا العدلة بتشتغل من اليمين الشمال او كنت انت فصلت ومطلع لي هنا الفورس الكام الفورس عند البوينت دي بكام؟ كان عندك هنا 14 وكان عندك هنا 24 فهتقول 24 ناقص 14 لو انا اشتغل من الشمال اليمين فاطلع لي 10 وبصل فوق فانا كنت ممكن ابدأ من الشمال اليمين هنا وحط هنا 10 لفوق واكمل او اللي انا اشتغل من اليمين للشمال كان عندي 6 ونزلة ال6 ونزلة من اليمين مش بتبقى نزلة لأ بتبقى طالعة اللي هي الرول بتعت شماله طالع يمين لنازل لان النازل ويوى negative لو انا شغل من الشمال لكن انا شغل من اليمين لأي حاجة نزلة فهي بوسط فادي 6 صح؟ هكمل كان عندي 6 نزلة وبعد كده 4 نزلة اللي اتنين نزلين فانا اجمعهم على بعض وكان عندي ال4 دي فانا هقول 4 زائد 6 زائد 4 فتلاقي لي هنا 10 وحط هنا بوسط وال10 دي خب لك من حاجة دي اللي كنا شفناها هنا لما جينا فصلنا اللي هي كانت 24 ناقص 14 اوكي وتاني احنا اصلا ال4 ال4 والy دول احنا عملنا او دول مثلا كنا احنا قلنا ايه عملنا summation horizontal and vertical للجزء اليمين طب انا رأتي لما اشتغل على الجزء ده العشرة دي اللي اطلعت لي رأسي انا اجبتها ازاي دي كنت ممكن تجيبها من الطريق الاولين اللي احنا اجبناها خالص عملنا fxfy moment للجزء ده او كنت ممكن انا الوقتي عايز احط الشير هنا عند الpoint دي بكام فانا كنت ممكن اعمل ايه هقف هنا كده واحسب كل الفرس الvertical اللي موجود من ناحية الشمال واحطها هنا اللي هو انا اشتغل جزء الشمال ده واحط مكانه الفرس بتاعت اللي هي ال x و y و moment فده كان عندي ايه بقى كforce vertical كان عندك 16 طالع 16 لو انا هشتغل من شمال يمين دي انا واقف هنا مثلا وعايز اجمع كل force vertical من ناحية الشمال فهتقول 16 ناقص 10 ناقص 10 ناقص 10 زائد 24 بتاعتلك بpost في 10 فعشان كده يمكن من الاول خلص تحط هنا 10 وخلاص تمام اللي هي 24 ناقص 14 ده كده بالنسبة للنورمل والشير اسمة البننج مومنت بقى تاني احنا عندك حل من ان ايه ما تشغل بالحاجات دي ايه ما تشغل بدا انا هشتغل بالعناية متعودة عليه اللي هو ده مسلا انا اسهل يبدأ من جزء اللي هو اللي هو ال free end ده اللي هو can't leave فانا المومنت هنا كان بصفر والمومنت هنا بصفر عشان ما عنديش اي concentrated moment ما فيش ايه كنسون مومنت فمومنت هنا بصفر طب مومنت هنا بكام هتقول ستة في اثنين زائد اربعة في واحد اربعة دي تلاقي لي 16 وديل السهم فين ده انا شغل من من يمين الشمال دل السهم كان فوق فانا هرسم لحية دل السهم فهرسم هنا 16 حط هنا 16 متر تان اوسل خط دوتت كده وانزل البرابلا اللي هي كانت دابليو دي بقى سهلة خلص دي بقى سهلة خلص ده اللي اللي سكوير على 80 اللي هي دابليو كان ب2 اللي ب2 سكوير أوفر 8 اوكي وزي ما اتفقنا تزين بوينت الجنوط نقطة دي ب4 ب16 فان بوينت دي كمان لازم تبقى ب16 فانا اوتوماتيك بحط هنا 16 مش متأكد حسابها هقف هنا واحسب مومنت من ناحية الشمال اللي هي 16 برضو يعني مش اي فرص هتزيد هحسب فين تاني هحسب مومنت في النص هنا واحسب هنا طب انا عارف ان دي بصفر فانا احط هنا مثلا ان دي بصفر طب انا عايز احسب مومنت في النص هنا بكم طب عشان هحسب مومنت هنا انا الاسهالة من الشمال اليمين صح؟ فممكن اقولها ايه ممكن اقول 16 فاربعة ناقص اربعة في تلاتة ناقص عشرة في كام في اتنين فيش اي فرصة تانية تخش معي فانداني المومنت في اتنين وثلاثين متر تاني ودي السهم انا تعرف الكلكليتر بوستف فبوستف دي مع الستاشر الستاشر دي كان دي السهمها فين لو انا كده مومنت صح؟ دي السهم كان لتاحت فانا احط هنا اتنين وثلاثين متر تاني هوصل دوتد دي كده ووصل دوتد دي كده من النص هنا هنزل الفرابلا وانا بنزل النزلة بتاعتي دي عمودية على الكاميرا اوكي؟ مش عمودية على خط الدوتد عمودية على الكاميرا هنا بقى هتبقى النزلة هتبقى بكام؟ احنا انتفقنا اول two terms في الايكوشن دي انا طبعا التمانية دي احنا انتفقين هيا كلها دايما بتمانية اللي هي wl square مسلا على التمانية فهيا التمانية دي موجودة دايما طب ايه اللي هيتحط فوق؟ انا اللي كان هيتحط فوق عندي اللي هو w اللي هي اتنين دي اول حاجة اللي هي اول توتن نزل بتاع اللود اللي هي العشرة دي العشرة دي جات نتيجة ايه؟ w اللي هي اتنين في اللي داش عشان دي الارية بتاعت الجزء ده فهقول اتنين في خمسة يعني w في اللي داش في ايه بقى؟ في اتجاه الديستنس اللي اتجاه التهشير العمودي عليه اللي هي اربعة اللي هي ال اللي هي الديستنس اللي هي الديستنس ونفس الكلام هنا هاجي في النص كده هنزل نزلة عمودية على الكاميرا هتى برضو اتنين في خمسة فياربعة اوبر تمانية وعمل الـ Power Blank تمام؟ انا كده رسمت الـ Diagram بتاعي فاضل اخر حاجة في الدرس ان انا اقول لكم الحاجات دي كنا منعمل فيها ايه احنا شرحنا الـ Internal Force Diagram ليه لكن ما اتكلمناش عن الـ Reaction انا اعمل comment هنا مثلا ده hinge صح؟ فده ليه Tool Reaction ده Link Member تمام؟ فده ليه Reaction واحد بس سميه مثلا F1 ده Y وده X فانا عندي دقتي كم أنون واحد اثنين ثلاثة ده انا مش هشتغل بيه كده ده انا اعمل له Resolution في الـ X وفي الـ Y بس خط بالكم حاجة هو أنون واحد بس مش اثنين فده مثلا هيباب كوزاين وهنا مثلا ساين واشتغل بقى مثلا لو اخدت Moment هنا لو اخدت Moment هنا فهتغف تجيب الـ F1 تمام؟ بعد كده Sigma Fx Sigma Fy انت جبت كل حاجة تاني مسألة انا كان لديك Link Member هنا فده ليه unknown واحد بس وده عشان Link Member واحد فديه unknown برده تاني فهو unknown واحد بس برده وده unknown واحد برده تمام؟ فانا عندي كده ثلاثة unknown هعمل ايه؟ ممكن تعمل حاجة لطيفة خالص انت ممكن تاخد Moment حوالين الـ Point A مثلا اللي هي دي فهيبقى عندك معادلة فيها مجهولين الـ F2 والـ F1 بعد لما تعملهم Resolution طبعا فهتبقى معادلة فيها المحصلة الرأسية بتاعت الاثنين دول تمام؟ وبعد كده لو اخدت Sigma Fx للشكل كله فالمحصلة الأفقية بتاعت الـ F2 والـ F3 برضه هيبقى موجودين فانت عندك كده معادلين مجهولين تعرف تجيب الـ F3 والـ F2 بعد كده F1 دي هتجيبها بأي حاجة اوكي ده كده الـ Reaction هنا مثلا انا عندي ده Hinge فانا عندي X Y ده كان Fixation فX Y و Moment في ناس كتير قوي بتنسى Moment طب هتعملها ازاي حاجة لطيفة خالص انك ممكن تاخد Sigma Moment About Hinge C مثلا من ناحية اليمين انت جده جبت الـ Y بعد كده Summation Y جبت الـ Y دي بعد كده ممكن تاخد Sigma Moment About Hinge من ناحية اليمين اللي لو سميناها B مثلا فانت جده جبت الـ X Summation X جبت لي بأي equation في الدنيا ممكن تجيب الـ Moment دلوقتي هنا مثلا هنا ده Link Member فده لي Reaction 1 ده عشان ده 2 Link Member فده لي Reaction سميه مثلا F1 وكده F2 بس اتفقنا لما يزيدوا عن Reaction فانا ممكن امسح الكلام اللي انا عملته ده واحط واحط X يعني احط Y وحط X هنا تمام فده حاجة سهلة خالص لو خدت Moment هنا انت جبت الـ Y دي Summation Y جبت الـ Y دي Summation X جبت الـ X طب انا عايز اجيب الفرس لجوه الـ Link Member دي هتعمل تزين جوينت عند الجزء ده فابقى عندك جوينت اهي ده مثلا F1 اللي هي دي بعد كده F2 اللي هي دي بعد كده عندك الـ Y اللي انت طلعتها وكان معك الـ Value بتاعها ومعك الـ X فهتعرف تجيبها لو عملت عملت سمميشن X فهتعرف تجيب المحصرة الأفقية بتاعت الـ F1 دي اللي هي بالتبعية انت جده جبت الـ F1 بعد كده سمميشن 1 جده جبت الـ F2